البنات جئتوكم بواحد للمولاتي الوصفة ليبزيت الأطفال جونسن بيبي والشبه كما غتكونوا ما شاء الله فتفصول المساغر متعادل الفيديو هذا هادوش دي المقادير من بين أحسن المكونات اللي جربت يعني في علاج تسبوغات في علاج ليطاش في علاج النمش والكلف في علاج ريحة غير مستحبة تترتب لك لوكوغ ديالك ما تحتاجش من بعد ترتبي لجسم ديالك يعني وصفة خطيرة بها جوش دي المقادير كلهم أشياء إيجابية ولله الحمد يعني تنهضروع لزيت جونسن بيبي للأطفال يعني تنهضروع لواحد الريحة من السماء وواحد الريحة من عطراء يعني تنهضروع لشبه أو الشبه تنهضروع للمكوين ما شاء الله اللي هو كيشد وكيعالج الترهولات كيعالج السواد كيعالج الكحولية يعني الحمد لله مكونات في المستوى يعني كمكونات أساسية إن شاء الله ولكن قبل ما نتعرفوا على اللي ديطاي غد ينبي نقول لكم مرحبا بالناس الجدود ومرحبا بالناس القدامى الناس اللي أول مرة كيكتشفوا لاشياء مرحبا بيهم ولكن بليز غزلتي ما تنسوش تكبسوا على كبسة الاشتراك الموجودة أسفل الفيديو كذلك البنات ما تنسوش تفعلوا زي الجرس خلوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات الأسئلة ديلكم وكل كل كل ما كيتعلق بيكم البنات في التعليقات خلوا مرحبا بيكم والحمد لله دائما الجديد والقناة غدا ما شاء الله يوم على يوم كالزيت أفنسي بيكم اللي يخطيكم عليها والله يجعلها حبام دوما ياربي دائما كذلك من تحية خاصة نسلي كيتقوا في الوصفات ديالي وكيتسنوهم فارغ الصبر مش هكذا يتفرجوا ويمشوا ويجربوا مش يتفرجوا من باب الفرجة فقط للبنات بقيتكم تفرجوا وتمشوا وتطبقوا وتجربوا هذه هي أهم حاجة كنبغيها أنا وعلى بركة الله غزلتي يالله معي باش نتعرفوا على المكونات التنوية إن شاء الله ويملي ديال تفاصيل كنلا ديال هاد الوصفة هاتي كما قلنا أول حاجة لبنات عندنا هنا يزيت الأطفال هذا البنات في 100 ميليليتر يعني قرعة صغيرة هذا هو الحجم الصغير للبنات وهذا هو الحجم الكبير فيه السطرو ديالزيت وهذا البنات جونسون دايبي بالنسبة للتاني مكوين عندي الشب أو الشبة باودر اللي هي هادي يعني أضجها مجدها كذلك البنات غادي تحتاجوا معايا كمية من الطين الأخضر يعني الطين الخضرته وكل فوائد وكل مزايا هو هذا كذلك البنات غادي تحتاجوا معايا كمية من الحمص باودر قلنا زيت الأطفال قلنا الشب أو الشبة قلنا الطين الخضر وقلنا الحمص في المجموعة ديال المكونات أربعة ديال المكونات أربعة ديال المكونات كل هما زي الحمد لله بالنسبة الخامس مكوين معنا فهد الغوستيب هو الأرز باودر يعني الأرز باودر من بين المكونات اللي ما تيختونيش ديما 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 سنبقتاجي معاكم بيوم ليفيديو وغادي تحتاجوا معايا إن شاء الله كمية من ماء ورد ترتفد الكسادة يعني كمية من ماء ورد وهدو هما المكونات وهدو هما المقادير يعني الحمد لله مكونات يعني بساط ورخاص وفي المتناول ديال جميع وباش عجبتني هد الغوستيب ما كتعالش غير حاجة لانو كين بعض الوصفات للأسف كيكونوا بمكونات ولا حتى بثلات المكونات ولا كريمة كيبيضو ولا كيرطبو ولا كيسفي ولا كيوحدو اللون هذه المصفات الجمعت كل شي اسمش يعني جمعت فيها علاج ريح العرق كذلك البنات اللي عندهم تراهولات يعني اللي لابو ديالهم مشدوداش كانت تلقيها محرحره يعني لابو ما وقفاش وما قاسحاش كذلك كما سنقولو التسبوغات ولا السميرا وصفة تجمع كل الأشياء الهيجابية فولي الله الحمد عليها ونتمنى يا ربي أنهتنا لاستحسن ديالكم وأنكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات رح نجربناها وهنا تأجل يلقينا عليها وعلى بركة الله غامش دبا باش نتعرفو على يعني على طريقة صحدة بس عرفنا على المكونات غامضوزو دبا معكم لطريقة صحدة أول حاجة كتاخذ كمية من الشب معامل قد يلطي الخضر كمية من الحمص باودر نبدأوا نجمعه بمورد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا